السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وبعده ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مفتاح النجاح والفلاح هو في مداومة الحمد والشكر للمنعم ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم نحمد الله تعالى ونشكره هذا اليوم يوم عظيم هذا يوم يوم مكرم توالت علينا فيه نعم الله وتوالت علينا فيه الأحداث الطيبة التي تفرح القلوب وتسعد النفوس ولعل من أبرزها تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثم نهاء كأس العالم بدولة قطر هذه ثاني مرة في تاريخه وتصدر مجموعته وبسبع نقاط وقدم فرجة طيبة هذا ما جعل المغاربة كلهم من طنجة إلى القويرة يعبرون عن فرحهم وعن سرورهم إلى أحد الساعة لا تزال مظاهر الفرح والابتهاج في كل شوارع المغرب في أقاليمه وفي مدنه وفي قرى وقد عمت الاحتفالات الجماهيرية كل المناطق كل الشوارع والإحياء عقب هذا الفوز التاريخي لأسود الأطلس فهذه نعمة عظيمة والمغرب صار هو الممثل للدول العربية والإسلامية في دولة قطر ويراهن الكثير عليه وإن شاء الله به سنرفع راية المغرب ونرفع راية الإسلام وراية العروبة خفاقة في كل مكان فرح آخر تلقيناه هذا اليوم السعيد وهو أمطار الخير والرحمة فبعد سنة الاستسقاء التي تمت في ربوع المملكة الشريفة وحضر فيها الأئمة والمؤذنون والخطباء وحملة القرآن والأعيان والفضلاء والصلحاء الحمد لله ربنا استجاب الدعوة وأنزل أمطار الرحمة وأنزل أمطار الخير وانتعشت مجددا آمال الفلاحين بباركة أمطار الرحمة هذا كله يبشر بتحقيق موسم فلاحي ناجح الحمد لله الزراعات الخريفية ستنتعش وآليات بدأت فعلا في التحرك بحقول الفلاحين وهذه نعمة عظيمة وكبيرة جدا حتى إن حقينة السدود بدأت ترتفع وإن شاء الله تعالى لا تزال أمطار الخير قادمة في الأيام المقبلة مما يبشر برحمة الله عز وجل علينا جميعا خبر آخر صار هذا اليوم السعيد وهو إعلان أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى بأن أعطى أوامره لوزاة الأوقاف الشهور الإسلامية بأن تزكلف بالزيادة الزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة بالتدريج على مدى أربع سنوات القادمة تصرف ابتداء من سنة 2023 بنفس المقدار الشهري الذي جارت به الزيادة السابقة خلل السنوات الأربع الماضية وهذا الخبر أيضا أدخل الفرحة والسرور إلى كل القيمين الدنيين بالمملكة كل الأئمة وكل المؤدنين وكل القيمين الدنيين شعروا بهذه الالتفات المولوية السامية هذه المكافأة الشهرية التي تكون إن شاء الله فيها واحد دفعة قوية إلى الأمام هذا أيضا مما يبشر بالخير وأخبار الخير كثيرة ربما نذكر من أبوزها وهو افتتاح جمهورية غوتيملا اليوم قنصلية نعمة لها بالمدينة الداخلة والحمد لله هذا يؤكد أن الوحدة الترابية بمملكتنا تسير في الاتجاه الصحيح فهذه الجمهورية أيضا وضعت قنصلية أخرى وهذا كله مما يؤكد على أن الصحراء الجنوبية هي مغربية وبذلك يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 28 قنصلية هذه كلها أخبار صارة وكلها أخبار تدخل الفرحة والسرور إلى قلوب جميع المغاربة انتصار أسود الأطلس في هذا الفوز التاريخي في كأس العالم بقطر أمطار الخير التي أنعشت مجددا أمال الفلاحين بموسم فلاحي باسم المكافأة الشهرية للأئمة التي أمر بها صاحب الجلالة وكذلك افتتاح جمهورية واتيمالا قنصلية عامة لها بين الداخل هذا كله يعزز الوحدة المغربية بأقاليم الجنوبية أخبار كثيرة كلها تفيد أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا البلد بلدة طيبة ورب غفور ما نريد إلفات الانتباه إليه أيها الأحباب الكرام لكي نحافظ على هذه النعم ولكي يبقى الوضع دائما الحمد لله من حسن إلى أحسن ويبقى دائما النصر والفوز وأمطار الرحمة والبركة والخير يعم على الجميع ماذا يلزمنا يلزمنا أننا نكثر من الحمد والشكر للمنعم عز وجل ربنا هو الذي أكرمنا بهذه الكرامات كرمنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا نحن بني آدم مفضلين على سائر المخلوقات لما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل وفضلنا ربنا عز وجل بأن أعطانا نعم لا تعد ولا تحصى سخر لنا كل شي سخرنا الكون كله كل لخدمتنا وهو القائد جل جلاله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل شيء هو هدية من الله عز وجل لعباده الذي قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كل هذه نعم من عندي الرحمن وقال لنا كلوا من رزق الله كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور هذه الخيرات وهذه البركات التي حصلنا عليها وهذا اليوم يوم سعيد لأنه مليء بالأفراح وإن شاء الله الأيام المقبلة ستكون أيضا زاهية بالأفراح والانتصارات والخيرات ماذا يجب علينا أيها الأحباب الكرام لنحافظ على هذا الإقاع وهو أننا نزيد في الحمد والشكر لله رب العالمين وهو الذي قال وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم إن شاء الله هناك فوز كبير ينتظر أسود الأطلس وإن شاء الله هناك أمطار الرحمة تنتظر أن تعم في كل مناطق المغرب وتمتلئ السدود والأبار ويكون الموسم الفلاحي زاهي ولله الحمد إن شاء الله ستكون هناك زيادات ليس فقط للأئمة وللمؤدنين بل لكل الأطر ولكل العاملين ولكل المستخدمين في كل القطاعات إن شاء الله ستتم الوحدة الترابية للمغرب ويرتفع اسم المغرب إلى في السماوات العلا ويكون له إن شاء الله تعالى هيبة وصولة أمام كل بقاع العالم بل طيبة ورب غفور كل ما يلزمنا أيها الأحباب الكرام أننا نواضب على شكر هذه النعم وعلى حمد المنعم وسوف يزيدنا يحكي لنا ربنا عز وجل بأن صفة الشكر هي ملازمة للأخيار وللأبرار وخصوصا للأنبياء والمرسلين جل الأنبياء والمرسلين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم بأنهم كانوا شاكرين نذكر مثلا نبي الله نوح قال عنه ربنا تعالى إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا أعطاه الله الخير وعمر طويلا ألف سنة إلا خمسين عاما وأعطاه الله النصر وأعطاه الله العزة ببركة الشكر أنه كان شكورا وسيدنا إبراهيم الخليل الذي أعطاه الله العزة وجعل من نسله ذرية كلها أنبياء والمرسلين وجعله الله أمة بمفرده لماذا وكيف نالت هذه الحضوى؟ لأنه كان شاكرا لأنعم الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه كلما شكر العبد ربه وحمده على نعمه إلا وزاده من الخيرات وزاده من البركات ولعل سيد الشاكرين هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يفتر عن الشكر والحمد لله في كل وقت وحين ورغم أنه قد غفر له ما تقدم من دنبه وما تأخر فقد كان يقوم الليل ويقف بين يد ربه داعيا ومبتهلا حتى تتفطر قدمه وتقول له أمنا عائشة يا رسول الله لماذا كل هذا التعب؟ تشكر ربك وتحمده وقد غفر لك ما تقدم من دنبك وما تأخر كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا نحن أحبابنا في الله ما ينقصنا في بلادنا وفي مجتمعنا إلا أن نكثر من الحمد والشكر وسوف نرى الخير يعم علينا جميعا في السياسات العامة في المجتمع في الأفراد في الأسر في الأزواج في الأولاد في الخير كله ربما قد يتساءل البعض كيف نشكر ربنا سبحانه وتعالى الشكر شكر الله أولا ينبغي أن نكثر من ترديد قولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نكثر من هذه العبارة ربنا يحبها ويرضاها وكلما تلقينا خبرا سارا أو حصلنا على نعمة أو دفع عنا بلاء ينبغي أن نبادر بسجود الشكر سجود الشكر كلما سمعنا الخبر الصار أو وقعنا خبر الصار نسجد لله وهذا السجود لا يشترط فيه وضوء ولا توجه إلى القبلة ولا طهارة ولا أي شيء مجرد أن تستمع إلى خبر صار أو يقع لك خبر مفرح تسجد وهذا ما رأيناه في كرة القدم لما كان اللاعبين يسجلون هدفا يبادرون بالسجود لله سبحانه وتعالى ولاحظوا كيف جزاهم الله تعالى بالعزة وأعطاهم القبول وبواءهم بالنصر هذا الشكر أيها الأحباب الكرام يكون باللسان نكتر من قولنا الحمد لله نقولها في اليوم والليلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد هذا الشكر اللسان وينبغي أن يكون مقترنا بشكر القلب وذلك بأن نعترف بأن كل هذه النعم وهذه النجاحات وهذه الخيرات هي فضل من المنعم المنعم هو الله سبحانه وتعالى فالفضل كله عائد لله سبحانه لأن الناس قد يصابون بالنعم فيفرحون ويسعدون ولكن لا يربطون النعمة بالمنعم من الذي وفقنا في هذا النصر في مباراة كلاس العالم الله تعالى من الذي أنزل الأمطار من السماء بعد موسم جفاف الله تعالى من الذي دفع هؤلاء الأئمة أن يحوزوا بعطف أمير المؤمنين ويعطيهم زيادة في المكافأة الشهرية الله تعالى من الذي جعل هذه القنصليات تتزاحم على أقاليبنا الجنوبية وتعترف بصحرائنا المغربية الله تعالى كل نعمة عندنا الله تعالى الصحة العافية بركة الزوجة بركة الأولاد بركة العمل كله فضل من الله سبحانه فلابد أن يكون شكرنا وحمدنا باللسان وبالقلب القلب نعترف بأن المنعم والمتفضل وندرك يقينا أنه هو الحق جل جلاله وبعد الحمد باللسان والقلب يأتي الشكر والحمد بالجوارح الجوارح يعني البصر والسمع واللسان واليدين والبطن والفرج كل هذه الجوارح نسخرها لطاعة الله تعالى ونستعين بهذه النعم على عبادة الله وعلى مساعدة عباده وإدخال الفرحة والسرور على الناس ونتجنب ارتكاب المعاصي والمحرمات لا يمكن أن الله يبادرنا بالخيرات والانتصارات ونحن نبادره بارتكاب الخطايا والمعاصي لابد أن نشكر الله تعالى باللسان والقلب والجوارح ثم أن نكتر من التحدث بهذه النعم الحمد لله رأينا وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها في جميع أنحاء المغرب وخارج أرض الوطن الجالية المغربية المقيمة في كل دول العالم تتحدث بهذه النعم وأما بنعمة ربك تحدث جميل أن نتحدث على هذه النعم لكن هذه النعم نتحدث عنها دون مبالغة ودون جرح لمشاعر الآخرين لماذا؟ لأن الاكتار من الحديث عن النعم قد يجر علينا حسد الآخرين وقد يجر علينا عين العائنين فربنا قال وأما بنعمة ربك فحدث لكن دون مبالغة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكثمان فإن كل ذي نعمة محسود ثم نستخدم هذه النعم على كل المظاهر ينبغي أن تظهر في حياتنا كل إنسان تظهر في حياته في كل شؤون حياته في لباسنا في مطعمنا في مسكننا في تصرفاتنا هذه النعم ينبغي أن تتجلى علينا لهذه النعم ثم علينا كما نشكر الله سبحانه وتعالى نشكر العباد الذين كانوا سببا في هذه الخيرات أكيد أن الله سخر عباد في هذه الخيرات نشكرهم فلم يشكر الله من لم يشكر الناس من لم يشكر الناس فهو كان لشكر الله أعجز ثم علينا لكي نتبت هذه الانتصارات وهذه الخيرات وهذه البركات بأن نوسع على الفقراء والمحتاجين وندخل البسمة والسرور إلى قلوبهم أننا ندفع صدقات كل واحد منا يدفع صدقات على الفقراء الذين هم في محيطه على المحتاجين قربة لله وشكرا للواهب الذي وهبنا هذه النعم وعلينا أن نواضب على هذه الخيرات وخير ما نقوم به أيها الأحباب الكرام في هذه الساعة المباركة ونحن لازمنا في النشوة نشوة نصرة وسود الأطلس فريقنا الوطني في هذه المباريات العالمية بكأس العالم بقطر نازم نشعر بنشوة نشوة النصرة وأيضا نشعر بفرحة أمطار الخير فكل الطرقات وكل الأزقة لتزال مبللة والأراضي الفلاحية روت والآبار والسدود بدأت تمتلط ونحن في هذا النعم النعم الكثيرة التي نشعر بها تعالوا بنا معا تعالوا بنا نقف وقفة ندعو الله سبحانه وتعالى ونشكره ونحمده لأن الرب جل جلاله يحب أن يسمع عبارات الحمد وعبارات الشكر من عباده المؤمنين رغم أنه غني عن العالمين ولا يحتاج إليها ولكن ربنا يقدر العباد المؤمنين الذين يشكرونه ويحمدونه تعالوا بنا جميعا نحمد الله تعالى ونقول الحمد لله رب العالمين الذي خلق اللوح والقلم وخلق الخلق من عدم الحمد لله رب العالمين الذي دبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم الحمد لله رب العالمين الذي جمل الليل بالنجوم في الظلم الحمد لله الذي لا يزول ملكه ولا يتضعضع رقله الحمد لله الذي لا ترام قوته الحمد لله رب العالمين الذي سبحت له الشمس والنجوم الشهاب وناجاه الشجر والوحش والدواب والطير في أوكارها كل له أواب فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب لك الحمد يا رب العالمين أهل الحمد وولي الحمد منه بدأ الحمد وإليه ينتهي الحمد الحمد لله جزيل العطاء فصل القضاء سابغ النعماء له الأرض والسماء الحمد لله الذي هو أولى المحمودين بالحمد وأولى الممدوحين بالتناء والمجد اللهم لك الحمد بجميع محامدك كلها ما قد علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لك الحمد حمدا أبلغ من رضاك ونؤدي به شكرك ونستوجبه به المزيد من عندك اللهم ولك الحمد كما حمدت نفسك في أم الكتاب وفي التوراة والإنجيل والزابور والقرآن العظيم لك الحمد حمدا لا ينفذ أوله ولا ينقطع آخره اللهم لك الحمد يا رب الذي بعزتك وجلالك تتم الصالحات اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد يا من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترى الحمد لله الذي جعل في السماء رزقنا وما وعدنا ربنا الحمد لله الذي زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا فأنبت لنا من الشجر والزرع والفواكه والنخل ألوانا الحمد لله الذي جعل في الأرض جنات وأعنابا وفجر فيها عيونا وجعل فيها أنهارا الحمد لله الذي جعل في الأرض رواسي أن تميد بنا فجعلها للأرض أوتادا الحمد لله الذي سخر لنا البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولنبتغي من فضله وجعلنا منه حلية نلبسها ولحما طرية الحمد لله الذي سخر لنا الأنعام لنأكل منها وجعلنا منها ركوبا وجعلنا من جلود الأنعام بيوتا ولباسا وفراشا ومتاعا إلى حين الحمد لله على ما مضى وعلى ما بقي وله الحمد على ما يبدي وعلى ما يخفي وله الحمد على ما يكون اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي ولك الحمد على ما تبلي وتبتلي لك الحمد يا ربنا بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال لك الحمد بالمعافاة لك الحمد في السراء والضراء لك الحمد في الشدة والرخاء لك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد على كل حال اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين أحبابنا في الله سوف نفتح خطوطنا الهاتفية ونترك الكلمة لكم لتعبروا عن ارتساماتكم عن هذه الخيرات عن هذا الانتصار التاريخي الذي حققه أسد الأطلس فريقنا الوطني في كأس العالم بقطر هذا النجاح والاستحقاق المتميز ما هي ارتساماتكم ما هي أفراحكم ومشاعركم وأيضا ننتظر منكم ارتساماتكم حول أمطار الخير وأمطار الرحمة التي عمت ربوع المملكة وجاءت عقب صلاة الاستسقاع التي أقيمت في مملكتنا الشريفة وننتظر أيضا منكم ارتساماتكم حول هذه المكافآت الشهرية التي وضعها أمير المؤمنين لأسادة الأئمة والمؤدنين في كل بلاد المغرب وأيضا هذه القنصليات التي بدأت تتزاحم وتعترف بصحرائنا المغربية وبأقاليمنا الجنوبية فالكلمة لكم نريد أن نستمع أيها الأحباب الكرام إلى مشاعركم وإلى ارتساماتكم وإلى أحاسيسكم وفرحتكم بهذه النعم التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد من الحمد والشكر لها فأرقامنا كالعادة مفتوحة في وجه الجميع هي كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 اشتركوا في القناة للمزيد من جهة وفرحة في وجه الجميع وفي معجزير الجمع بالت Happiness ترجمة نانسي قنقر